السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية الأساتد تحية الأطباء تحية المحامون تحية البوليس تحية الشعب المغربي كافة تحية أي واحد فيه ضرة الحب لهذا الوطن وغيرته لهذا الوطن وبهذا نقوم بتقديم الحكومة الشبابية المغربية تصفقة حرة وعلى رأسهم السيد عزيز أخ النوش 60 سنة عبد الوافي الفتيت 54 سنة نصر بوريطة 52 سنة عبدالطيف وهبي 60 سنة أحمد التوفيق 78 سنة محمد حجوي 76 سنة محمد أو نادي يفتاح العلاوي 50 سنة نيزار البراكة 56 سنة شاكي بن موسى 63 سنة خالد أي الطالب 56 سنة فاطم الزهرة المنصوري 45 سنة محمد صديقي 64 سنة رياض 50 سنة فاطم الزهرة عمور 54 سنة عبدالطيف ميراوي سعود 50 سنة ليلة بن علي 43 سنة محمد عبدالجليل 51 سنة ومحمد مهدي بن سعيد 76 سنة والله يطولينا في العمر خالد ليلة بن حسن ومحمد عبدالجليل لا يوجد 30 سنة أو 30 سنة لا يوجد أصغر هم محمد مهدي بن سعيد 37 سنة يعني هذه القادية التي تدرون أنهم يحددونها في 30 سنة والناس الذين يريدون يمشون القطاع للتعليم لكي يعملون في إطار أنه لم يكن تأطار لماذا؟ لأن الخطير الذي كان في هذه الحكومة هو أنها تصدر قرار ولا تشرح لك ماذا كان أنا أقسم بالله لو كان فعاد بن كيران على الأقل سيشرح سيواجه يقول لهم هل مشكلة فين كين عندنا مشكل والذي هو أن الصندوق هل سنقدرون نجبرونها هل هو واحد الحلم الذي يحولون ولكن أنك تجي وتقول للناس في واحد الوقت للمواطن المغربي يطالب بالحقوق دياله للمواطن المغربي أصلا دير واحد الجهد كبير اللي يتعرض فيه القمع يطالب إلغاء الجواز يطالب السبطرة تكون مقادة يطالب تخفض الأسعار هذا المواطن داخ هذا المواطن يطالب يطالب لا يتعرض أنه طالب الإلغاء الجواز أو هل أصلا أصلا يطالب بالحقوق من الذين كانوا يطالب على هذه مدة التعاقض أو الناس الطالب تخفض الأسعار أو الناس الطالب لا تتعرض لذي يحدده في 30 سنوات أو لي لي شيء عادي سوف نتحدث لأن هناك مقال قدامي لا نقرأ شيئا منه وضروري أن نوضح المواطن المغربي ربما من الأسباب التي جعلت الحكومة والتي لا يستطيع أن يقولها هو أنه أنت ستخدم على 34 سنة ولا نقوله ستخدم على 37 سنة أو 40 سنة مثلا واحد خور في بلاسك سيخدم 29 سنة ليس 29 سنة لأنه كانوا يدروني في الاقتطاعات 900 درهم ف إلى ضربناها في المدة التي سيخدم فيها سيكون كثير من هذا السيد الذي يخدم على 40 سنة يعني بحل تسمى مزع ما رأي إما مقلبي وإما راح معرض الإفلس المواطن والذي سيخلص إذا كنتم بإعلان تريد القضية للشبيب تفعلها تفعلها على كل شيء تفعلها أول شيء ستبدأ بعدها هي الحزب الشبيب الذي ينضب في الأعزاب من الذي كان عندي اتصال سوّلت أن السن المحدد كما سمعت هو 40 سنة أردوها أتكلم عن حزب الشبيب هم شباب شباب شبيبة شبيبة من الأحزاب محددة 40 سنة الوزراء يطول في عمرهم لماذا لا يكون شيء واحد فيهم عنده 30 سنة هذا القانون الذي تريد أن تخرجه إما يخرج على كل شيء إما يخرج على شيء واحد إما القانون ستطبق على كل شيء يمش على الإرارات كلهم بدون إدارات يجب أن يكون فيهم تشبيب جيد هذا في إطار الشغل وفي إطار مصلحة الوطن وفي إطار هذا شيء أنتم الذين لم تشرحوا للناس في إطار ولكن كما سنجيو نيشو على القطاع الذي أصلا مكهرب والذي أصلا الناس مكهربة والذي أصلا أنتم تتواصل أخذكم تعرفوا القادية أنتم تتواصل مع ناس أو تتواصل مع شاب الذي ينتحر فيه الكثير في الأسبوع أكثر من 6 الناس عباد الله التي انتحرت وعندما عدرها رجل من انتحر والسيد يالله الناس قلت انتحر أو لغة الانتحار شيء عادي إذا نحل ونحل المشاكل ونتواصل مع الناس لا نكذب لا نقول الناس قبل انتخاب عطرا بغير انتخدموكم ومن انتخبرو عليهم وتخرجوا قوانين التي في مصلحة الله علم ما وفي الأخر الى خرج المواطن يطالب حقوتي يكون العصا وتتخلي المواطن في مواجهة مع ناس الخرين المواطن المغربي لا يوجدوا مشكل مع البوليسي الذي كان في الشارع الذي كان تعطي الأوامر لكي يوقف ويطبق القانون مع الناس ولكن المواطن المغربي عنده مشكل مع الوزير ومع البرلمانيين ومع المنتخبين الذين كانوا نهار له الهبطة للشارع ومشي للغيوسات ويتواصل مع مولة البغرير ومع مولة المسمن ويتواصل مع الخضارة ويتواصل مع في لكم وشهدا وشهدا وش ما تفكروا في عظمة الله وش ما كان إله المواطن المغربي يقلب على الذي يطالب له بالحق دياله وهذه القضية 30 عام يقوم بها أفقع القطاعات ويقول لنا أنه يمكن مشكل الشعب المغربي متفاهم ولكن أن تخرج ب واحد القرار بحال صندوق المقاصة بحال بحال صندوق المقاصة فهذه رسالة الناس الذين في الحكومة أو الوزارة والبرلمانيين تفكروا في المواطن المغربي رغم المواطن المغربي لا يطالب أي شيء الحمد لله المواطن المغربي يصبر لحد درجة لا تصور ولكن انتخيل معي أنت ابن دم قاج زيت زتوفي سكار زتوفي الجمعيات الحقوقية ما كنت تكلم إلا إلا كانت يفضي حول شروي ما كدو ويوش ما فهد الشدي هالثلاثين عامل فلاذا احنا كل تضامن سواء مع الشعب المغربي كافة وكانوا وجهوا رسالة لهذه الناس المسؤولين كنقول لهم تقو الله تقو الله فهد الشعب هذا تقو الله فهد الشعب رأى هذيك مسؤولية أمام الله ستحسبوا عليها مسؤولية أمام الله ستحسبوا عليها إلا كان مشكل في التقاعد أو مشكل في الصندوق التقاعد رأى كينحولوا أخرى كينحولوا أخرى وإلا بغيتوا تدروا هذا الحل كيف ما كين في دور أخرى يكون على كل شيء عندهم أمال لكي يمشي ويخدموا رأى الناس عندهم الإجازة ومخدمين شعب الله الناس قارية ومخدمين الناس تقلب على خدمة الناس لا تخدم وتأتي في الوقت الذي يجب مقجوش من جميع يعني من كورونا الذي لم يكن يخدم أو يضعي في الحالة من المواد الغذائية التي ولم يكن وصل مع الناس فيها من هذا الجواز الذي فرطته بطريقة غير قانونية وفيها خرق القانون كيف ما قالوا ناس محاميين ونس لا فهمنا لا فهمنا واحد فهم في القانون يقول هذا خرق القانون وفي الحكومة يقول لا هذا لي خرق القانون وما سنجل نحن المواطنين ومن 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 يقول أن المباراة أو التوضيف 30 عام الذي قل 30 عام يدوز الذي يقصر 30 عام شغيدير انتحر أشنو غيدير حسبونا الله ونعمال وك